أن تدخل الدولة في صراع مع كيان مواز متجذر في مؤسساتها فإنها تواجه مشكلة معقدة وحربا قد تخرج منها خاسرة لمصلحة الفساد أو تنجح بأضرار كبيرة لكن أن تكون منظومة الفساد الموازية أساسا تقوم عليه الدولة فإن الحرب الإصلاحية لأي حكومة تحاول تجريب حظها في انتشال البلد من واقعه تحتاج هيكلة للنظام بالكامل طريق الإصلاح الذي تدخله حكومة الكاظمي بحذر ليس وعرا فحسب بل هو طريق مظلم تفوح منه رائحة الدم والرصاص التي إن زالت بانت نتانة الفساد نظام النهب السياسي المتجذر في مفاصل الدولة يظهر جليا في عدد من الملفات التي يعمل الكاظمي على معالجتها كالمنافذ الحدودية والموظفين الوهميين أو الأشباح كما يسميهم الكاظمي أو الفضائيين كما تعرف تسميتهم إضافة إلى ازدواجية الرواتب لكن ملفات أخرى أكثر تعقيدا وأصعب حلا وأخطر دخولا تتعلق بفساد في عدد من المحافظات فأموال البترودولار وإرادة الموانئ ويتعدى الأمر ذلك إلى تخصيصات لعلاج مرضى وباء كورونا والتجهيزات الصحية الخاصة بالوباء لم يلمس المواطن على أرض الواقع منها شيئا وعلى الرغم من أن القائمة تطول إلا أن معالجة هذه الملفات تطالب الكاظمي بالتوغل أكثر في فساد الحكومات المحلية والمحافظين في عدد من المحافظات كما تطالب بإسقاط أصنام الفساد التي تطوف حولها الأحزاب منذ سنوات موسيقى موسيقى موسيقى